اشتركوا في القناة مجانا تماما ودي عبارة عن فيلها ارقام مختصرة ممكن تنصلوا بيها وبيحجزوا وبيقدروا اللي هم يخشوا يتعالجوا بدون اي تكليف الجزء اللي يخصني في المنشآت الطبية الخاصة احنا طبعا فيه نسبة عندنا بتبقى سنوية لعلاج المرضى الغير قادرين على العلاج بجانب الناس القادرين بس الحقيقة اللي احنا لازم نعرفها ان علاج الادمان هو مش خيات مكلف على قد مع علاج الادمان عدد المرضى كبير جدا وعدد الاسرة المتاحة من الاماكن الحكومية والاماكن الخاصة ما بتغطيش نسبة كبيرة من المواطنين المصابين بهذا المرضى فطبعا دي بتبقى المشكلة الاساسية اللي هو عدم وجود اسرة للعلاج يعني لو جمعنا الحكومة زائد الاماكن والمستشفيات الخاصة حنلاقيهم ما بيغطوش النسبة ضئيلة جدا من المرضى الادمان عشان كده ممكن المرضى الادمان ما يلاقيش سرير للعلاج في الحكومة يجي التاجه للاماكن الخاصة حيلاقي فيه تكاليف طبعا الاماكن الخاصة مبنية على رواتب وعلى خدمة دوائية وخدمة اقامة وفريق طبي متكامل فطبعا الحاجات دي كلها لازم لها مقابل مادي عشان ما فيه جودة ونتائج في علاج الادمان في القطاع الخاص في المقام الاول في الفترة الاخيرة مخدرة الاستروكس من الحاجات المنتشرة جدا في الفترة الاخيرة ونتلقى مكالمات كتير جدا لاستقبال حالات تطعاط هذا المخدر طبعا بجانب الترامدول ومشتقاته للمواد المنتشرة ويأتي برضو الحشيش من المواد الكثيرة اللي استخدام في مصر والهروين طبعا من المواد المنتشرة في مصر هدول يمكن الاربع انواع اللي اكثر انتشارا داخل مصر